كل شخص بهذه الحياة بيقدر أنه هو يحقق طموحه يحقق حلمه طالما عنده الإرادة وطالما ما بيقدر يسمع أو هيك بيسكر ديني عن كل أراء المجتمع يمكن يلي حوله بالعكس هو بيكون عنده هالطموح وهالقوة من جوا أنه يتحدى كل الصعاب وكل المشاكل حتى يحقق حلمه ويحقق يلي بده اليوم أغلبية ضيوفي عم بيحكوا عن هذا الموضوع ورح كفي أيضا بهذا الموضوع مع إليلتي إليه صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح النور إليه كمان حضرتك شاب من الشباب يلي عم بيحاربوا وعم بيشتغلوا وعم يسعوا أنه كمان يحققوا أحلامهم وطموحاتهم حضرتك آخر سنة بجامعة الحكمة بالأشرفية ولكن قررت كمان أنه أنت تخترق عالم جديد وقررت أنه أنت تبلج خطوة خطوة فيه يعني بس قولها حكما بده يكون حدا بيعرف يطبخ هي لا أكيد لا هي بلشت أنه الواحد بفوت بتعلم كل شي بايزيكس خاصة بالوتلات مانجمنت كيف يدير وأنا لأنه قبل ما فوت فيها قلت لحالة أنا بدأ أعمل شي أنا بحبه بالنهاية فتت يعني صرت أنا أكتر أكتر أطور حالي بالطبخ يعني شي أنا كثير بحبه بحب كل شي أكل أوكي بحب تأكل أكتر ما بحب تطبخ لأتنين أكيد وبلشت فيها بلشت بالبيج طبعيتي بلشتها مش كطبخ بلشتها كعادة مطاعم متل الكل بعملهم وأنا قلت لحالي شجعوني كثير قالوا لي أنه طب ليش أنا ما بنزل شي أنا بعمله أكل أنا بعملهم فمن هون بلشتها بنزل فيديوهات صغار أكل من هون شي هيك صغير الكل فيه يعملوا أكيد أوكي والحمد الله حضرتك من أنت وصغير اللي بتحب تطبخ يعني من أنت وصغير عندك هيدا الهواية في عندي قصص هيك صغار مهضومة كنا أنا كنا مثلا نقعد أنا أختي أمي مباية ونعمل أكل من مشي يعني مثلا شي ما بيتاكل حتى بس هيك بس فورد بلاجر أنه نحن عم ناكل شي أوكي وصورة أنا يا أبو أنا عم بحضير أنا هيك عم بعمل شي ولا أنا من الأول بدي أفوت بشي تب اليوم إلي يعني حضرتك قررت أنك خليني قول تتحدى كل الصعاب بهيدا البلد والأزمة الاقتصادية بس اليوم الأكل مكلف أديهم بكل في صعوبة يعني هيدا الحالة بدي تفكير أكل كثير مكلف نحن بلاجت أنا عمي ريسيبي لأنا أمي أختي باية وعائلة صغيرة أوكي بعدين قلت لحال لا كثير هيك عكل طبخة بدي بدي حط هذا أمونت كثير عالي قلت لحالي بعمل شي صغير بصور هالشي صغير ونحن بجرم نكون غير شي بعدين لأن هلأ إذا إيه بدي أعمل حيالة طبخة حيالة شي بدي جيش بدي مثلا بدي أقولي مثلا ما بارك لحنة أو شي صغير صاروه هلا كثير مكلف أد ما فيه مثلا هلأ صد عم ننزل قصص بتكلف أقل شوى أوكي كلمان مثلا مثلا الشخص يلي هو حيعملهم بعدين ما يتكلف أوكي هي مش بس قصة طبخ هي قصة تحضير طبخ وتنظيف صحيح عندي كل هوا ثلاثة سوى صحيح بديك جلادة بس قللي بس تفوت على المطبخ كيف بيكون ردة فاعل أمك لا قال ليه فايت على المطبخ لا بالعكس لا 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 أمي بتساعدني بكل شي بكل شي بكل شي يعني حتى أوقات مثلا أنا مكون عم بحضير مثلا ضلنا لتنتين ثلاثة الصبح قال لي ليه ليه بعدك واعي قال ليه بعدك بكل شي بكر أنا بجي 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 لكل شي يعني محبومة مام بتضلا بتساعدني بكل شي أنا بسفت على المطبخ اللي بيفوت يا ويلو بيطلع صوت حسب كامل حسب يعني وبنها بديك تعودة ما خلص تتذكر شو أول طبخة عملتها أو هلأ ما حقول لأنه هلأ إذا هلأ بدي حدا يعملها كتير غالية بلشت عامل بالسوشي كيك بلشت حدا بيبالش سوشي كيك فرد مرة لا أعرف أنه كنا كتير محامين على سوشي كيك هدا من شي عربع سنين يمكن خمس سنين ست سنين هلأ عم نشوف غير فيديو عامل هلأ قصص أنا بعملهم بالبيت كمال هلش هو الكوكيس هدا تيراميسو تيراميسو آه بيان عليهم الكوكيس ايه وبلشنا بالسوشي كيك هيك بلشنا كتير بلشت علي علي اليوم ما بقى تعمل سوشي كيك انت بلا لنعمل لم نأكل ولا شيء نحن نحن نقبل وبعدين بلشت تقصص مالح أكثر مثلا بيرجرز وهاكي لان أكثر شيء نحن بناكل مالح بعدين بلشت بتعدل بالريسيبي اللي يعني انت لما تعمل مثلا خليني قول شغلة بيخة بيرجر أوكي لما تعملها مثلا قبل بترجع بعد شهر شهرين بتعدل عليها بتغير بتشيل بتحط ما هو الواحد بتطور بعدين بدني هي ومسلا أنا شفت شيء عجبني بدي جربو اوكي مثلا اذا انا عامل بيرجر سوبر عادية بدي انا اتطور فيها أكثر غير فيها حد شيء انا اطاتش لقليه اكيد بتجعب تتغير بتجعب تتغير طعمة بتغيره بتغيره الغراضي اللي فيها اوكي بلا بظل نعدل فيهم شو بيقول لك أصحابك هيك بالجامعة المؤربين منك اصحابي كثير بيشاجعوني كثير كثير يعني من بلشت من أربع سنين من الهل الحمد الله ما في حدا ما هيك ما عطاني بوش قال لي كافي فوت شباب اللي من عمرك اللي عم بهجروا انت في هيدا الفكرة ويردي مش هجرة بس رايح ادرس كافي دراستي با اخرا الصيفية هاي 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 هجة انا رايح كافي دراستي واخر الشي ما مجر جدا لا أكيد لا أنا أريد أن أفتح بيزنس لألي أكبر مطعم أو شي أكيد سيكون في لبنان أنا قلت لك هيك بدنا ريسبي اليوم منك وحضرت لنا شي أريد أن نقول لك كل اللي يحضرون فيه يحضروا المهتمين أكيد يحضروا ورقة وألام وأنا كمان أكيد شو راح نعمل اليوم؟ جبت ريسبي هيك اللي بعد ما فكرت بطبخة اليوم تقدر هي ريسبي كثير طيبة فيها من جميعه رز جاج وخضرة يعني هي اسمها شوية أنساور تشيكين هذي فيه مننا بكل مطاعم سحيلا هلأ بس قلت فيه مننا بكل مطاعم عادة بس روح على المطاعم وتأكل شي من عنده تأكل حيالة بلا ويعجبك بتجرب تعمله بالبيت؟ جرب أكيد جربت مثلا كذا أصص سوسات ما من لقيها هو أن مكان مثلا سوس طبع سوس طبع المرشوم أصص ثاني ما من لقيها عادة بجرب أنا مثلا بشوف شو فيها مكونات قصص وبجرب أنا أعملهم بالبيت أكيد وبنشرهم يعني مفضح المطاعمين فيهم والناس تقدر كمان عكت الحال تستفيد وتقدر نعملها بالبيت يلا سويتان ساور تشيكين أول شي بدنا نصف كيلو جيش نصف كيلو جيش صدورة جيش مخطعة؟ نعملهم كيوب نحن صغارة لها الجيش بدنا ثلاث كبيات تحين كرمال نخلطهم فيها تحين كورنفلاور كباية بدنا كبايتين ونصف مي بيتان مخفوقين ملح وبدنا ملعتين زيت نخلطهم كلمصام نحط الجيش فيهم نغطيهم نريحهم ساعة بالبراد كرمال يشمون مني يتمسكوا؟ نحن نحضر السوس نفرم حمراء خضراء صفراء ونصف بصلة صغير 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 نحط ماشروم معهم نحط ماشروم معهم نحط كمان ثوم راس ثوم ثلاثة ثم نفرمهم نحضر السوس مكونا بزيت بدنا سكر كباية سكر كباية؟ كباية سكر أسمر أو سكر عادي؟ لا سكر عادي وبدنا نخلي الرز ريز فينيجر لأنه هي نصف كباية ما بيمشي مثلا؟ بيزبط خلي الأبيض خلي الأبيض مش خلي التفاح بيجه حد أكتر لأنه وبدنا ملعتين صويا سوس عادية حيالة صويا سوس ونصف كباية كاتشوب ملح وشوية جنجر باودر منخليهم فينا جنجر عادي إذا عنا بالبيض نفرم شوية أطيب وأطيب بس مكلف أكتر أكيد جنجر عادي بس أنه أطيب ونحن نحط الخضرة فيهم نحط الفلايفلة والبصر والكوم عن نار؟ عن نار عن نار خفيفة عادي وبعدين بس هيك بتحسين شوية بلشت تغلي السوس نخلط ملاتين كورنفلاور مع ماء بكباية ماء أكيد يكون سقعة نزيدهم على السوس نخلطهم هيدا تخليها تشد صح نشيل السوس عا جنب نقل الجيش نقلهم بزيت أكيد بس نقلو نخلطهم بالسوس نخلطهم شوية عن نار وعا جنب رز بسمتي حيالا رز حيالا رز حيالا رز حيالا رز حيالا رز رز أبيض أنا لأنه ما بقى تطلع بسمتي أو شو ما كانت تطلع حيالا رز موجود وهو هيك شوية سمسون على الوش حلو لأ بس هي على فكرة هينة كتير هيدا الأكل اللي بدون يعملها صح وإذا ما لحقتوا تاخدوا كل الانجريدينت فيكن تفوتوا على صفحته لالي موجودة هيدا الأكل ويقدروا يتبعوا هيك خطوة بخطوة كمان كيف عن تعملها أكيد أكيد نحن ما تقولوا ما طبخنا بس لأنه ما في عنا الأدوات اللازمة أصلا لنعمل هيدا التبخة الييل اليوم هيك بهيدا البزنس بدك تطور حالك يعني بده يمشي بالتوازي مع دراستك أو بتفضل إنه تخفف شوي شغلك لتكفي دراسة أنا بلشت شغل الأول بمطعم نعم نعم بلشت شغل بعدين في مارچ 2021 قلت لحالة أكثر بعمل حلو بعمل قصص وهيك ولكن عالم بديت تضغط من نهاية بلشت بلشتر تبعي بعمل قصص من قريب وانا عندي مني محدد اعم ولكن ام وهون اتيت أختي قالتلي يا قليل بلاي شغل بدنا ندو هيا بتدق كل شيء تأكل كل شيء بهم الأختي لعلمسا يبدأ تدق شجعتني سعادتني كثير بكل شيء بعملو من مارش لهلأ الحمد الله بعدنا لهلأ ماشي صامدون وفي عندك أكيد مستخدمات زينة ما بيتغيروا خلص تعودوا على أكلتك وتعودوا على اللي بتعملي في المطبخ معين بتلاقي حالك فيه بتحب أنه أنت بتحس أنه بيشبهك أكتر من غيره هلأ إذا بدك بعد ما نشغل بكثير مطاعم يعني أنا بشوف ريسبي بعملها شو ما كانت أوكي وحمد الله بتطلع طيبة فبعد ما عندي مطعم هيك كوزين معينة أنت بتنتقد حالك أو بتنتر مثلا حدا من أختك أو أمك حدا يدوء ينتقد اللي أنت عم تعمله أو يقل لك مثلا لا فيه شيء ناقص بيه أكتر شيء بيه كثير دقيب الأكل يعني بقية مثلا بنتبه قلبي بيه شغلكم كلكم بالبيت تطبخوا أنا بس بطبخ بالبيت ما حدا ما حدا أنا بس بينتقده ما عنده وقت أم تطبخ واختم تاكل بس معها يعني وبايا كمان ما عنده وقت تطبخ أنا بس أنا ما بعرف كيف طلعت معها أنه بلش أطبخ يعني يعني فيه حدا أصلا من أنت وصغير بتشوفه قدامك بتتابع أساس بيعملها أو لا مش هيك بالبيت ولا عمتها بالبيت ما فيه وبره يعني اليوم هيكي فيه بعد هون لبنانية ما عندي كتير ناس بتتابعون بس في عندي أكتر أجاني على يوتيوب على إنستا على السوشي الميديا أكيد وهيك شوف مثلا بيشجعوني شوف شو بيعملوا أي شغلة بتعملها وكتير بتعتبر حالك أنه أنت بتعملها كتير طيبة الكوكيز لها لحب دقوهم أنا جايب لنا كوكيز معا رح ندوء يعني كوكيز أكيد رح ندوء كوكيز أكتر شيء العالم بتحب زعبوتي بيقول على الرابع المخرج يعني بيقول جايب للكل للكل أكيد ألي أنا بدي أشكرك بدي أتمنى لك كل التوفيق دايما نحن نشجع الشباب نشجع الموهبة نشجع أنه يبقوا بهذا البلد حتى لو بدك تكفي يمكن دراستك برا ولكن بالآخر المهم ترجع لهون والمهم يكون الانطلاقة من هون وبرافو على كل شيء عم تعمله أدي بدك لتخلص جماعتك بيجون ما يجون يعني هلأ كم شهر كم شهر وإذا الله أراد نتخرج وبتوفي شكرا لك إلي شكرا لوجودك معنا